السلام عليكم اللبنات تحية كبيرة لكم نتمنى انكم تكونوا في احسن حال والاحوال الفيديو جيد اليوم ان شاء الله بادني الله سنتقسم معاكم احدى البروموسيون اللي لقيت في لابيل في وفعلا تستحق انكم تاخدوا منهم نتمنى نتمنى هاد الوكاد تمشي وتشيري واتشي ماشي اشعر المركز التجاري لكن غير من خلال جولة جالي كنت قريبا ما كان جيت لابيل في دخلت باش راضي ناخد الفرماج حمر واضطريت اناني نصور لكم اشنو كين بروموسيون كذلك اشنو خديت وفي نفس الوقت غدي نتقسم معكم واحد الكاريتة او لواحد المشكيل درتو خلال وقت التجيل او لاترالي وقت خلال التجيل نتمنى انكم ما تكرروش باش ما توقعوش في نفس الكاريتة اللي درت انا وغدي يكون خلال فيديو كذلك الوصفات اللي غدي تقدمو هاد الاسبوع دائما في اطار اقتصاد ملات الدار من القليل نديرو الكثير وغدي ينتقسم معاكم كذلك واحد الحرائشات اللي كيجوا ورائعين والديدين بجوجو معالق دية زيت فقط ودرهم دية سميدة خرجت تقريبا 15 حبة من هذه الحرائشات اللي مذهبين كيجوا افضل بكثير من دية الزنقة يمكن انكم درهم في القوتة درهم الفطور ديال النهار رصبت اولى لحد الويكاند ان شاء الله بإذن الله لانهم بغي مساهلين بقوا معنا حتى الاخر انا شخصيا اخديت منهم القوتة نهار الخميس فلاشية وعطيت منهم القوتة الوليداتين مع الصبح افضل من اللي بيسكويت يزنقى نتمنى لكم فرجة ممتعة وبقوا معنا حتى الاخر نبدأ بالحرائشات ومن اللي نردوه مي طيبوه عادي اندزولت من هذه المنتجات اللي اخذيت اولا اللي لقيت بخوموسيون هنا عندي ربعة دي اسمي درقيقة ملعقتان من الزيت كذلك ملعقة من السنيضة او للسكر الخشن كذلك قليل من الملح ملعقة من الزبدة كبيرة وعندي ثلاثة قرام من خميرات الحلوى او بيق الباودر وكذلك عندي ملعقتان من الزبادي طبيعي اولا بالباني على حسب انتوما واشنو غادي تاخدو اولا شنو غادي تستعملو هنا شخصيا خديته طبيعي هناك كف ما كتشوفو كنناخد واحد البانيو اولا واحد الاناء كننوضاع فيه سميدة اللي كتكون رقيقة بالنسبة لنوع دي زبدة بزيك اللي بنات غادي سولوني اش من زبدة اللي استعملت بالنسبة للزبدة دائما انا كنستعمل دي الحك ما كنديرش دي المارغارين بالنسبة لهذه الحريشات هناك كف ما كتشوفو قدرت سميد الرقيق بعد ذلك اضفت الزيت اضفت خميرة الحلوة السنيدة اولا السكر الخاشين وسابدأ بخلط جميع العناصر بالنسبة للملحة ما ضفتاش في اللول باش ما تديرش باش ما تحيتش دي المفعول دي الخميرة غدا نخلط بيدي هناك كما كتشوفو غير بصباع دي اللي تدين ما كندلكش باش ما ستعطينيش هاداك الخيط في السميدة او لا باش ما كتشوفو معايا بعد ذلك ساقوم باضافة للملح نضيف هذه معلقة كبيرة دي الزبدة تكون شوية عامرة ستكون عفتاك يجو غرط بالملدادين وقسمها بالله العليل العظيم حسن من دي الزنقاء وانا كنت رح سؤالي علاش عغلبية العيالات ولا كيش الدوم اللي عقزوا ولينا كناخدو كل شي من على برا هناك ما كتشوف غادي نضيف واحد جمعه معلقة كبار دي اللي حليب عادي كناخدو كل شي من على برا مع ان هنا يمكن لنا ان هنا 15 دقيقة اولى 11 دقائق فقط توجدي حريشات في الدار بدرهم دي السميدة يعني بدرهم رابعة درهم كتعطاك كمية ديال ديال الحرشات اللي كيمكن لك انا كتديريهم اللقوتي ويديروا بيهم وليداتك اللقوتي ويبقالك حتى الفطور اولي يبقالك حتى اللقوتي ديالهم ديال الغد ولينا كناخدو الوليداتنا اللي بيس كوي من على برا ولينا كن ولينا كنقلبو كل شي جاهز ما بقتش عندنا هذيك الرغبة ديال الكوزينة اولي هذيك الرغبة باش نصوبوا بالنسبة هنيا كان عاود ونأكد هذيك المعالق بانني كان خدم غير بسباعي ديال ما كان عجنش وصدقوني بان المتعة هنا غادي نضيف جوج ديال الياغورت جوج ديال المعالق كبارين ديال الياغورت طبيعي انا نضيف طبيعي لان معاديك الحلاوة يمكنكم انكم اضيفوا الفانيد اضيفوا قشرة الحامض اضيفوا القشرة ديال الليمون على حسب التمرغة ديالكم وكيف ما سبقوا ذكارة البنات صدقوني بان الحلاوة ديال الحياة او لغ ديال الاسرة هي من اللي كده يدخلوا وليداتك ويلقوك من طيبة شي حاجة وماما شنو مجدالينا ماما شمينا الريحة من الدروج ماما هذيك هي الحلاوة دياللي كريات الطفولة كيف ما عشنا احنا ينتمنى اننا نردوها ونعيش ومعا نعيشوها مع وليداتنا انا ولينا في زمن سرعة ولينا في زمن جرائلي نجرعليك ونسينا بزاف الاشياء اللي هي كيف ما تنقولوا شي حواج اللي من البساطة كندخلوا الفرحة على وليداتنا وكذلك كنخليوها اشياء في الدكارة ديالهم هني كيف ما كتشوفوا جمعت لاجينة ديالي بلا مندلكها يعني كنت غير كنكور بيديها فقط غير كنجمع ماشي كندلك غادي نكورها كيف ما كتشوفوا معايا ديال دبرها مزيان وبينما ارتحت شوية غادي نعطيكم الاتمينة ديال المنتوجات اللي لقيت لقيت هاد الكيسان كيف ما كتشوفوا دابا زويني في شكل ديالهم كبارين ديرين تقريبا 40 درهم او 39 درهم ديال الكريستال الباكية كتكون فيها تقريبا شستة انا هي كيف ما كتشوفوا معايا كذلك كنين هادو اللي ديرين 20 درهم لكن انا معجبوني شهدوا لانهم مضبين شوية ماشي بحال اخرى الاخرى الناصحين وفيهم كذلك حتى هاتشكريا كنين اللي تبعد تاخدوهم شوفوا واش الباكية ناصحة او لمضبة 20 درهم 400 ريال والحاجة اللي عجبعتني بزاف واكيد راكم شفتوني كنخلطها في نفس البانيو من نفس شكل الحرشة ديالي هما هاد البانيوات غوزانين لبنات البلاستيك ديالهم واعر فن وماشيش حاجة اللي داعه في السوق هنا تقربين دياليش 7 درهم فيهم الوينة الفنين كين الموف كيف ما كنت شوان اخديت الحجري كين هاد الباج الباج انا ماخدي شوش كي يجيني طايح عليه الضيم وكين الكبير ديالهم يمكنكم انكم تاخدوه ديالشي 30 درهم وغزال البلاستيك ديالهم يمكنكم انكم تخليه الاسلو ان شاء الله بايدين لها الرمدان او للعيد الكبير وكذلك كين اه اه بالنسبة لفيهم تلون شيبي انا هنا كنت عادية ناخد هاد الغوز لكن فضلت انا ناخد الموف غير الباج اللي ما تاخدوش مزبينش كين فيهم شيبي فيهم الموف وفيهم هاداك الغوز هنا يتحدو ديال الزيتون او ديال الزبدة او لا كذلك الزيت مثلا لك انو عندنا جين عندنا الضياف تقريبا ديالين شية 14 درهم او لا 15 درهم زبينين ججيالهم زبين وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت دير غارق كذلك كينين هاد الكيسان اللي ديرين 10 درهم كيف ما كنت شوفوا معايا ديال اتاي 10 درهم في هستدي البياسات مخيارين خاصة اللي عنده الوليدات الصغار كي يهرسوا بزاف الكيسان هنا هي هادو ديالين 30 درهم كبار شوية يمكن انكم تديروهم اما العاصر او لا اه اه اتاي دنيت بالنسبة اللي بحالي كي يبغل الكيسان كبار اختي انا ما كنحمل لكم الكيسان بزغرين اللي فيهم جغمة الى ما كان الكاس كبير ما كان رتاح في الحطة هادو كذلك ديال العاصر ديالين تقريبا شي 20 درهم كيف ما كنت شوفوا معايا امكلي انا اتاخدوا هادو بعشرين درهم واتاخدوا الكيسان الفقاني اللي كنت وريتكم بعشرين اولى بثلاثين درهم ودائما احنا مازال باقين في البلاسة ديال الزاج بالنسبة لهادو كما كنت شوفوا داني شي 12 درهم فيهم ثلاثة وغزالين البنات وهناي غدتقى الكريتا هناي كما كنت شوفوا كانين كذلك هاد البواط اللي اخديت منهم كذلك داني تقريبا شي خمسة وخمسين درهم يعني 11 مئة درهم فيهم ثلاثة ديال البواطات البلاستيك ديالهم وغزال ماشي داك البلاستيك اللي غاكت غسله وكيبدأ يتشخم مغلب بوحديته فيهم ثلاثة ديال البواطات احجام اختلفة وهنايا كنقلب في الغلاقة واش كتتسد مزينه لله رائعين يعني كيرومو انا غير مع ايد كنصوار بها ويد شد كنصد بها ما بغتش تسد اما كيرومو مخيرين كين كذلك هادو اللي ضيارين لكن قل منهم في الثمان ديرين تقريبا شي 26 درهم فيها ثلاثة ديال البواطات هنهي كذلك هادو اللي بابيه خديت منهم ملقيتهم بخوموسيون ديرين ثلاثة تقريبا شي 11 درهم ولا 12 درهم مخيرين واخديت كذلك شعرية صينية اردوا معي البال بالنسبة لهادي ديرا فيها 50 جرام ديرا 4 درهم فاصل 50 درهم وهدي فيها 100 جرام ديرا 5 درهم كذلك هنهي كنا سباكيت اللي هي بروموسيون مع هادو اللعيبه انا وليدي يسيزين عليهم الباتو خديث منها ديالزوينة ترجمة نانسي قنقر يجبون اتباك اشتركوا في صندوق الوصف الرابط سنقوم بتصوير في صندوق الوصف الرابط تباكيت شربة كذلك كوكيز بالشوفان يمكن لكم انكم تديروه الوليدات ديالكم في القوتيكيج رائع وقليل بالنسبة للسكر تقريبا شوفان ندير شي عشرة دراهم عما بالنسبة للوصفات القادمة ان شاء الله بإني الله ستكون معنا هاد الغريبة كوراة الفلافل اللي كدابة بالمعالقة فقط كتشوفو كيجات اغضاء رائع واقتصادي من هادك الشي اللي شاطلي البارح هنه كيف ما كتشوفو معنا كذلك عاصر ليتي يحمقو عليه الوليدات بالباربا بدون مجهود وغضاء اقتصادي قدرت فيه الكوراة ديال فلافل ادهبا ودرت كذلك عاصر يعني في دقائق كذلك قدرت هده قريسات كيجوا رائعين ولدادين من القليل من ديروه كتير ودائما في الفقرة ديال اقتصاد نتمنى أنكم تتابعوا معه لأنها غدت تكون فيديوهات يومية ان شاء الله بإدني الله وصفاتي من داري تلبية الطلبات او التعليق بثاف المتتبعات سنتقسم معكم طريقة ترتيب الخضراء كذلك من مشريات الخضراء سنتقسم معكم كذلك حتى تدبير المصرف او التقسيم المصرف نرسنا بان انا في الول ديال الشهر اشنو يمكنين ان اخذوه اشنو ميكلينا ان انا نستغنو عليه كذلك كيفاش ندوزه الول ديال الشهر كيفما تقولوا باقل تكلفة باقل مصارف من شيوية سهلة وبسيطة هنا كيفما كتشوفوا معايا غدي نتقسم معاكم الطريقة ديالي ديال ترتيب ديال الخضراء ان شاء الله بإذن الله صعب بالكراويد نضيف فيها شوية سنيدة وشوية الزيت كيفما تشوفوا معايا للحرشة شوية سنيدة وشوية الزيت غير شيوانا بدنا نبس بيديها بالنسبة للحرشة هذيك ساعة تخلطيها هذيك ساعة تخدمي بها يعني ما كتخليهاش ترتاح او لا هذيك ساعة يعني في عشرة دقيق فقط الماكسيموم كتوجد لك الكيمية كاملة يمكن لك أنا كتوجدها حتى الضيوف لغفلها او لمثلاني لكانوا داخلين عندك جيارا يعزيو او ليباركوليك او هكا شي جمعي يمكن لك أنا كتعوني بها في الطبالة دي لقوتة ديارك وعلى شي لاحظة في صباحات العيد غدي نخلط مزيان هذي السميدة ديالي بالزيت غير شوية ما عديش تعجي نخليها هكاك محبة وغدا نبدأ ناخد من بعد هكاك ورات في واحد القياس او لا هنا يكبرت غدي نحاول نقسم منا شو هيدر تارنيت لقمات وكالية أنا تفكرت لأنا غدي نخلصهم ما زال القوتة السباح هذك الشي علاش حاولت أنني نقسم الحجم ديالهم باش يبقى ليه من بعد غدي ناخدوه وغدي نوضعها في السميدة الخرى اللي عادية بالنسبة للقياس اللي اعطانيت قريبين 15 حبة كان هو هذا كيف ما كتشوفه قلي من هذيك اللولي اللي كان دوزها وانا كان حافظ على الشكل ديالها في السميدة اللي معا اللي فيها غير شوية ديالزيت باش يدهب اللون وكان حطان دوزها في السميدة الخرى كان بقيت انتك نحط للجينة كاملة او للكورات كاملين علاش باش غدي تشرب هذيك السميدة الفقانية يعني غدي تشرب ليه ديك السميدة اللي فيها الزيت كيف ما كتشوفه معايا باش يخرج ليه هذا كل اللون اللي هو مذهب اولا في هذي الأثناء بغيت نحيد عليها دوك الكورات ونحيد عليها ديك اللاجينة باش غدي نبدأ عاو تاني نخدم نخلي غرط بصيل باش غدي نطيب ونبدأ نخدم حاجة اخر حدايا هكا باش كنستغل له الوقت كتر وفنفس الوقت ادينا هال الحريشات كي طيبو وهاما كيشربه السميدة وانا في نفس الوقت كنقضي حدايا حاجة اخرى باش كنستغل الوقت ملاحظة بالنسبة المقرية اللي وجدك ما كتشوفه ما كندير فيها لازي ثلاثة حاجة غدي نوضع في هذوك الكورات اللي هي عودة اللي كان باني نزوم كنعود ندرد لهم تندوزهم في السميدة سوف يناخد هذي الإطار اولا هذي الساكل ونبدأ نورك تكون مقعدة كرر مي واحد لكيميا كتشوفه معايا كنخليها حتى كتش دراسة ومن اللي غدي نقلبها فوالا للون اللي غدي نحصل عليه كيف ما كتشوفه وبنسبة هذو اللي كانوا في الجن كنحاول انني نزيدهم هكا الوسط وهنا كيف ما كتشوفه معايا هما كي ياخدوا لون دهبي رائع جدا هدا هو الفيديو اللي كان معنا اليوم وهدو مشكل دي الحريشات دينا اللي غدي نفعونا القوتي وكذلك غدي نفعونا حتى بالنسبة لوليدتنا في المدراسة نتمنى نتمنى ان الفائدة تعمل الجميع وكذلك نتمنى ان الفيديو دي اليوم يكون فتكم بشي حاجة ماشي غير مجرد ضراخاوية خاصة هدو الحريشات ديو السميدة اللي اكيد بزاف منا كيتشوها هوا مع لبرة وهو ما في الواقع يمكن لك انا كيتصوضيهم في دارك بكمية كتيرة بدرهم واحد دي السميدة للاق حيدي العقز عليك حيدي المنطع لك ونوضي شمال على ادراعك ووري نح داكتك اكيد غد تبقوا الوصفات وبلما نوصيكم تلو فرصكم وبقوا متتبعات للقناة وتلو بصحة والراحة اشتركوا في القناة